تستقبل هذه المخطوطة النادرة المكتوبة بالحبر والذهب المزدانة بالألوان زوار معرض أرثر ساكلر في العاصمة الأمريكية واشنطن والذي يسمح للزوار لأول مرة بالاطلاع على مخطوطات نادرة لفنون كتابة القرآن الكريم إنها واحدة من أكبر وأثقل المخطوطات وزنا فهي تزن نحو ستين كيلو جراما إنه شيء مبهر الكثير من هذه المخطوطات تمت صناعتها بالأساس بغرض العرض على الناس وقد تم منحها كهدايا للمساجد والمصليات المعرض الذي يضم أكثر من ستين مخطوطة من أهم المخطوطات القرآنية والتي تمت سياغتها على مدار أكثر من ألف عام بامتداد العالم الإسلامي من شمال إفريقيا إلى تركيا وإيران وأفغانستان تم افتتاحه بالتنصيق بين مؤسسة السميثونيان ومعرض ساكلر وبالاشتراك مع متحف الفنون التركية والإسلامية في إسطنبول وتعود بعض المخطوطات المعروضة والوافدة من دمشق إلى القرن السابع الميلادي فيما يرجع تاريخ مخطوطات أخرى وافدة من إسطنبول إلى القرن السابع عشر وقد تم نقل بعضها من مقابر عدد من أشهر السلاطين العثمانيين لقد تمت صناعتها خصيصاً لتهدى إلى عدد من أقوى السلاطين والحكام بالمنطقة وبعد مرور أعوام طويلة وصلت إلى حوزة ملوك الأسرة العثمانية ويظهر المعرض جمال فن الخط العربي حتى أنه يضم مخطوطات نادرة من سياقة الخطات ياقوت المستعصمي وهو من أشهر الخطاطين العرب الذين صاغوا المخطوطات القرآنية ما بين أواخر القرن الثاني عشر إلى بدايات القرن الثالث عشر البعض قد يكون مهتماً بالخط العربي والبعض الآخر قد يكون معنياً بخطاط بعينه أو مهتماً بفنون التنوير والطريقة التي تم بها تنظيم المعرض نتمنى أن يكون بحوزتنا شيء يناسب كل الزائرين ويستمر المعرض إلى العشرين من شباط فبراير من العام المقبل كما يوفر عدداً من الروابط لتقصي أنباء المخطوطات الإبداعية عبر الإنترنت